السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة شارع الرشيد وهذه المنطقة بالذات منطقة الميدان وشارع الرشيد ومتنبي الافة رمزية يعني يوم الجمعة تلقي العوائل العراقية الكتاب والمؤدباء كل من يبحث له عن كتاب يبحث له عن قطعة قديمة تلقيهم هنا في هذه المنطقة بالذات شارع الرشيد اليوم سنذهب بيت الكتب عائلة معروفية هنا منهم استاذ صاحب الكتب وهو طبعا يوم الجمعة يحاول يعني يفرش عن رصيف مئات وعشرات من الكتب اللي يخليها عن رصيف ويبيع بأي السعر يعني هو استاذ صاحب الرجل معروف سلام عليكم ها صارق باضي الحمد لله على السلام والسلام صارق باضي تعالي استاذ صاحب خلينا نسميه رصيف الكتب تعالي استاذ صاحب طبعا هنا عنده رصيف هذي الكتب كلها طبعا تشوفون طبعا تشوفون والعراق معروف كل يعرف انه العراق مصر تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ تمام استاذ صاحب؟ نعم نعم استاذ صاحب انت يوم الجمعة تفتح هنا هنا نعم اه شو اكو يعني تجاوب مع الكتاب باي عشراتها اه استاذ صاحب سلع سلع استاذ صاحب استاذ صاحب اه يوم الجمعة اه يرتاد شارع المتنبي والرشيد الاف المثقفين والقراء والباحثين والطلبة اه من كل المحافظات اضافة الى بغداد يتزودون بالكتب والمصادر والمراجع والتي هي ثمارات المطابع اه ثمارات المطابع وبساتين المعرفة حيث يتزودون بالكتب والمصادر ويزورون شارع الرشيد والمتنبي والمركز الثقافي والخشلة ومركز المدى في هذه الجمعة وازدادت الحركة بعد ترميم شارع المتنبي من قبل امانة بغداد حيث اصبحت العوائل ترداده مساء حتى اه منتصف الليل واصبح الشارع اه اه فيه زخم بشري كبير وخاصة يوم الجمعة والسبت اه بفضل الاعمار والترميم الذي قامت به امانة بغداد حيث العوائل البغدادية ترداده اه عصرا ومساء تمام والشارع يحتوي على عشرات اه المكتبات ودور النشر تمام اه مما اه ازداء اه مما اه نشط الحركة الثقافية والحالة الثقافية بسبب اعمار هذا الشارع ونشطت القراءة واسسنا نادل القراءة في المكتبة في شارع الرشيد اه وهنا ندعو الى تجميد التعليم الالكتروني الذي اثر سلبا على القراءة والتعليم والعلم حيث اصبح الطالب اه يعتمد على الانترنت والجوجل ولا يحتاج الى مصادر ولا يأتي للمتنبي لانه لا غير مطلوبة من عنده المصادر وعندما لا تطلب منه مصادر لا يأتي وعندما لا يأتي لا يشتري اثر سلبا على القراءة والعلم وتراجع التعليم وتراجعت القراءة بسبب التعليم الالكتروني الذي انا اعتبره فاشلا اه في هذا البلد جيد يعني انت هنا اسعار الكتب شو اسعار استاذ صاحب هنا نعمل خصومات وخاصة يوم الجمعة على الكتب يقول يوم الجمعة بحيث نسهل ونشجع القراءة لمن يقرأ نعم والمطالع لمن يطالع مجانا يحب يطالع مجانا يأخذ الكتاب يطالعه ويعيده ومن له رغبة بالشراية يأتي يشتري الكتب باسعار مناسبة وخاصة يوم الجمعة حيث الاف المثقفين من بغداد والمحافظات يعني يوم الجمعة يقول استاذ صاحب بغداد والمحافظات كلها تجي شارع الرشيد وهي فرصة مثلا لباعة الكتب وأنه يأخذون هذه الصفة نعم نعم ثلاثة آلاف في الأيام الأخرى نبيعه خمسة آلاف تشجيعا للقراءة يعني باقي الأيام بخمسة يعني فسحا للمجال للمطالعه والقراءة والتشجيع حيث آلاف المثقفين والطلبة يأتيون المتنبي والرشيد أكوروا وادي يشترون يعني أكو طلب على الكتاب يوجد طلب انه مثلا الدراسات العليا المثقفين الودباء الشعراء الطلبة المواطنين العاديين طلبة الكليات وخاصة مصادر يحتاجونها في دراستهم أضافة للمثقفين الذين يقرؤون كل أنواع الكتب وخاصة يأتون يوم الجمعة بحيث هي لديهم عطلة وفراغ وفسحة للزيارة والاستمتاع بهذا الشارع الثقافي أقض على كتاب معين طلب لعامة الكتب الطلب على المصادر التي تخص دراستهم من ناحية كتب اللغة أكثر كتاب عندك يمشي وكتب القانون عليها طلب أكثر الكتب الروايات والتنمية البشرية هي أكثر قراءة وأكثر بيعا في شارع المتنبي والرشيد الروايات والتنمية البشرية أكثر الطلب عليها في الكليات وفي المتنبي وفي الرشيد تمام زيان تفضل هذي مصادركم انتم مين مصادر نشتريها من معارض الكتاب من شارع المتنبي معارض الكتاب في المحافظات من معارض بغداد الدولي من المتنبي المتنبي الذي يستولد الكتب من مصر وبيروت مجلات مالعدائين مجلات مالعدائين عندك مالعدائين مجلات رياضية مجلات رياضية انت شينت رياضي الحجران رياضي وتبحث عن مجلات أو كتب رياضية تمام ما عندك استاذ صاحب تحذرنا والله اسفين استاذنا العزيز استاذ صاحب ماذا مثلك هذا المكان المرمزي أقبالك شربة زيبة زبالة يمك الميدان وسوق هرق الشارع الرشيد من الشوارع التراثية البغدادية القديمة حيث فيه معالم بغداد القديمة من الفترة العثمانية مرورا بالبلكية مرورا بالجمهورية وعبد كريم قاسم هذا الشارع من الشوارع التراثية المهمة القديمة في بغداد الذي يحتاج تأهيل وترميم وخاصة كما ترى الأبنية القديمة وإن شاء الله يوجد مشروع في أمانة بغداد لتأهيل الأبنية التراثية القديمة تمهيدا إلى مشروع ترميمه وتأهيله من جديد عما قريب تمام شكرا جزيلا أستاذ صاحب أتمنىك الموفقية وأستاذ صاحب شخصية فعلا هو كتبي مرات حتى اللي ما عنده يعني ما نشوف قدام عيني يستاهل واللي ما عنده يطي كتاب مجانة شكرا أستاذ صاحب والحمد الله على السلامة على عودتك من سلطنة عمان الله يسلمك استاذ وإن شاء الله هذا بلدنا هذا الزقاق الكتبين الذي أسسته أمانة بغداد يحتوي على أكثر من مكتبة أكثر من دار نشر في هذا الزقاق وهو أصبح مركزا للمثقفين والكتاب والمكتبات في هذا الشارع الحريق التراثي القديم ونشكر أمانة بغداد على اهتمامها بالثقافة والكتب والمكتبات وتأهي الشارع المتنبي الذي أصبح أكثر جمالية وتومه العوائلة مساء كل يوم في هذا الشارع وإن شاء الله في تقارير أخرى مستقبلية مع أستاذ صباح الباحث التراث القديم الذي يهتم بالتراث ويتحرك هنا وهناك وهناك في سبيل توثيق الأماكن التراثية البغدادية القديمة فشكراً له وأهلاً به وإن شاء الله في تقارير مستقبلية لاحقاً عن تراث بغداد القديم لا أقول لكم ولا تقولولي أخذني فلاحة ملاتشة أخذني فلاحة ملاتشة لا أخذني أسهل في الأسافة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً